السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحمة بكم في منتديات جاهرة صوفت في قسم شروحات أنظمة التشغيل في هذا الدرس سوف أشرح لكم كيفية تحويل ملف التورنت إلى ملف يقع تحميله عن طريق الإيديا وكما هو معروف عن برنامج الإيديا هو يقوم بتحميل ملفات بسرعة فائقة ويقوم باستكمال التحميل في أي وقت تريده على عكس إذا ملف التورنت أو برامج التورنت التي تعاني من البطء الشديد في التحميل وذلك عبر الموقع zbex.com أولا نقوم بالتسجيل فيه عبر sync up ثم نملأ هذه الفراغات ثم sync up ثم نأتي إلى login نتحل الموقع login نتحل الموقع ثم نلاحظ أن هناك يمكن لنا تحميل عبر go free 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 أي gratuite أو عبر premier هذه بالنقود طبعا نأتي إلى سلبيات gratuite free وهي سلبية أنه لا يمكن لنا تحميل ملف آآ أكثر من جيجابايت نأتي إلى التحميل نقوم باختيار ملف التورنت الذي نريده تحويله ثم go free نتظر قليلا لو نحظ أن الملف ثم تحميله بنجاح في موقع ثم نحظ أن الموقع يقوم بالتحويل الملف هذا إلى ملف عادي وهو يتميز بسرعة تحويل هائلة جدا تصل 185 أو أكثر كيلو بايت برسل جوند ثم نلاحظ أن هذا القرص أصبح أخضر نضغط عليه وعندها أن تأتينا الليميت سبيد نضغط عليه بطبيعة فنلاحظ أنه يقوم بالتحميل ملف بسرعة هائلة جدا أسعم التورنت بالطبيع ويدعم استكمال نجم ونرجع واقع اللي نحبه إلى الخير نرجو من أعضائنا الكرام أن يكونوا قد استفادوا من هذا الشرح البسيط في اللقاء في شرحات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا